دوري أبطال أفريقيا بنجاح يتبعها ختام الدوري المصري الممتاز ومحاولة تحقيق اللقب الذي يبدو قريبا جدا من النادي الأهلي للنهاردة لعب فريق الأمل منه النادي الأهلي مباراود دية مع فريق القوات الدفاع الجوي وده ضمن احتفالات مصر بالعيد الثالث والخمسين للقوات الجوية العظيمة اللي قدمت أبطالا ورجالا عبر سنوات وسنوات وسنوات من العمل والكفاح وحماية الوطن في مختلف المعارك وفي مختلف الأزمات وفي مختلف الحروب اللي دخلناها ودائما بإذن الله عبال سنوات وسنوات من الفخر بقواتنا الجوية النهاردة كانت مباراة بين فريق الأمل للأهلي وانتهت بفوز الأهلي على فريق القوات الدفاع الجوي بهدف دون مقابل بحضور المدير الفني للأهلي الكابتن محمد شرف وحضور رئيس أو المدير الفني للقطاع الكابتن بدر رجب والكابتن أحمد ناجي المشرف على تدريب بحراس مرمى ناشي الأهلي والكابتن سامي أمصان المدارب العام للفريق الأول للأهلي حضر برضو قيادات من القوات الجوية وحضر الكابتن محمود الخطيب في المباراة اللي فاز بها الأهلي النهاردة عن طريق ميدو أسامة بعد تمريرة رائعة من أحمد كباكا لعيب كويس قوي لعيب خط وسط كان ليه تجربة احتراف قصيرة موليد 2001 بيلعب مع فريق 2001 لعيب جيد قوي من لعيبة خط الوسط اليوم قدرات هجومية كمان كان قابلها الأهلي جات له ضرب الجزاء لكن ميدو نبيل أهضرها قبل هذا الهدف حسين الشحات النهاردة نشرت تصريحات من مصدر داخل النادي الأهلي من خلال أكتر من موقع بتتكلم على أن الأهلي يشعر بأن حسين الشحات بيماطل أو أن الأهلي بيشعر بأن اللاعب بيلعب بورقة العروض لزيادة المقابل اللي ممكن يتم الاتفاق عليه بعد نهاية تعقوده بنهاية هذا الموسم إيه اللي تقال بالضبط؟ تقال أن اللاعب طلب 14 مليون والفلوس اللي طلبها عادة المشرف على قطاع الكرة الكابتن محمود الخطيب بالموافقة فاتقال لحسين الشحات موافقين وبعدها اتفاجئ الأهلي بأن اللاعب بيتكلم في محاولات زيادة العرض بأنه ودأ يتكلم عن العروض الخارجية اللي بتجيله ده بحسب التقارير إحنا تواصلنا مع مصدر مقرب من حسين الشحات علشان نسأله على الموضوع ده فكانت إجابته أن اللاعب طلباته لسه في بعض البنود المرتبطة بالتعاقد هي دي اللي عليها خلاف ودي اللي لسه فيها نقاشات رايحة وجاية أما فكرة أنه بيلعب بورقة العروض الخارجية فهو أمر مش في حساباته ومش هو اللي شغال عليه لأنه لو فيه تفاوض مش منطقي أن يروح يقول للأهلي أنا بتفاوض في حتة تانية كان ممكن يتفاوض سرا ده بحسب ما قال مصدر مقرب من حسين الشحات اللي قدم موسم هو أفضل مواسمه مع الأهلي هذا أو في خلال فترة التعاقد من ساعة منضم في سنة 2019 وتحديدا في يناير قادما من العين بصفقة بلغت ما يزيد عن 5 مليون دولار من الفريق الإماراتي إحنا تواصلنا مع مصدر في الأهلي على جانب آخر نسأله هل بالفعل تم تجميد أو تعليق المفاوضات زي ما قالت التقارير فلم نحصل على رد أو تحديدا يعني لم يؤكد ولم ينفي هذا الأمر